موسيقى يعود ملف الأسحة الكيميائية إلى الواجهة مجددا لكن من بوابة القضاء الأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير يقدمان إلى السلطات التحقيق والإدعاء في ألمانيا والسويد وفرنسا معلومات إضافية متعلقة بهجمات الكيموية التي ارتكبها نظام الأسد في غوطة دمشق وخاني شيخون جنوبية إدلب المنظمتان المهتمتان بتوثيق انتهاكات جميع الأطراف السورية قالتها في بيان مشترك إن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير سيقدم معلومات حول تسلسل القيادة لفصائل مختلفة ذات صلة بنظام الأسد إضافة إلى مقاطع فيديو أصدية التقطها موظفون ميدانيون في مركز توثيق الانتهاكات في سوريا وقت الهجوم الذي استهدف الغوطة الشرقية لدمشق في الحادي والعشرين من شهر آب عام 2013 المعلومات ستكون حول تسلسل القيادة ومعلومات إضافية بشأن الجريمة فيما سيقدم الأرشيف السوري قاعدة بيانات إعلامية مفتوحة المصدر فضلا عن وثائق سمعية ووصرية جرى جمعها لارتباطها بالهجمات يوم المجزرة أنا كنت في خانشيخون حسيت على ضربة الطيارة طلعت تشوف فين ضربة الطيارة كانت قريبة عن بيتنا أخذت نظر شيء 200 متر ما حسيت إلا بلشت أنا عصابة نهار نظري يخف بدي غيب عن الوعي إجيت على البيت أقول لهم في شيء الموضوع مو مزبوط شفت عندي الجي جعب يموت مع حلول ذكرى مجزرة السلاح الكيميائي التي ارتكبها نظام الأسد في خانشيخون في الرابع من شهر نيسان عام 2017 قالت السفارة الأمريكية في دمشق عبر تغريدة على حسابها في تويتر نتذكر هذا الأسبوع الهجمات المروعة بالأسلحة الكيموية على خانشيخون ودومة والتي أدت إلى مقتل أكثر من مئة مدني سورية وإصابة المئات أفعال نظام الأسد المروعة لا يمكن أن تنسى ولن تنسى لا إفلتها من العقاب